بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا الدكتور احمد عطية دهشان رئيس الجامعية الطبية العمومية للتجذية العلاجية النهاردة يا جماعة جاينا نتكلم معاكم عن مشكلة الديدان في الامعاء ناس كتيرة جدا اني اذا تجيلي العيادة دكتور ابني ما بيقولش ابني ما بيقودش على الاكل ابني مش باين عليه كل الاطفال اللي في نفسه عمره جسمهم كده كويس وامراب رابين وصحتهم كويسة لكن انا ابني صحته مش كويسة ما يعرفش ايه السبب علشان كده جاينا نتكلم معاكم بشكل مفصل عن كل ما يخص تشخيص الديدان عند الاطفال وكل ما يخص علاج الديدان عند الاطفال لكن هنتكلم عن اشهر الشكاوى شيوعا عندنا في الايادات لكن بعد الفاصل انت اقول ان طفلي عنده ديدان العراض او الشكاوى الاكثر شيوعا في الايادات تقول يا دكتور ابني عنده اسهال عنده دم في البراز عنده هرش مستمر عنده فتحة الشرك عنده مغس مستمر عنده سيلان في اللعاب عنده تعانية عنده انيميا كلها دي هي ديت بشكل ما بدأ يقدرنا نشخص انه عنده ديدان نتيجة وجود هذه الاعراض نبدأ بقى نتكلم بشكل مباشر عن العلاج طب يا دكتور هنعالج ازاي لازم نعرف نوع ديدان الموجودة ايه لكن النهاردة هنتكلم معكم عن اشهر نوعين طبعا بنعمل فحص البراز علشان نتأكد ايه النوع اللي موجودة عنده بالظبط وبناء على النوع اللي موجودة عنده نقدر نكرر ايه الدواء الانسب للطفل نفسه يب اول حاجة بنعمل فحص البراز وجدنا هذه الاعراض موجودة بنعمل فحص البراز علشان نشوف ايه الانواع النوع اللي موجودة عندنا وبناء على النوع بنديره الدواء الانسب لي كده كويس لحد هنا كده كويس تعالنا نتكلم بقى معكم عن اشهر نوعين بتقابلنا في العيادات النوع الاول اللي هو الاميبة ما نيجي نتكلم عن الاميبة نتكلم عن العلاج بتاعها انا خلاص عملنا التشخيص بتاعنا من خلال فحص البراز بتاعنا وجدنا ان بالفعل الطفل عنده اميبة طب ايه هو الدواء الانسب اللي احنا بندهوله في حالة الاميبة في حالة الاميبة بنده حاجة اسمها المترونيدازول طب يا دكتور الجرعة بتاعته بتكون الجرعة بتاعته بتبقى بالزبط بتبقى خمسين ميلي جرام لكل لكل كيلو جرام لكل يوم لطفل المدك اسبوع بشكل بسيط علشان الناس ما تطلع بطش احنا دلوقتي عندنا طفل عشرة كيلو جرام وخلاص تأكدنا اللي هو عنده اميبة من خلال فحص البراز اللي احنا عملناه يبديله خمسين ميلي جرام لكل كيلو جرام لو هو عنده عشرة كيلو جرام من وزنه يبقى بنضرب خمسين في عشرة يطلع لنا خمسمائة ميلي جرام يبقى احتياجه اليوم من مترونيدازول خمسمائة ميلي جرام يوميا الديدان الدبوسية اما نيجي نتكلم عن الديدان الدبوسية بنقول لو احنا وجدنا في الفحص البراز بتاعنا ان هو عنده ديدان دبوسية نقدر نقول ان احنا بناخد مادة فعالة اسمها البندازول المادة الفعالة دي بناخد منها تركيز 200 ده بناخد قرصين مرة واحدة في الاسبوع قرصين مرة واحدة اسبوعيا لمدة 3 اسابيع ده بشكل بسيط قوي نتكلم معاكم عن اشهر نوعين بنقابلهم في العيادة زي الاميبة قولنا لو في اميبة بندى المادة الفعالة اسمها المترونيدازول بندى 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم لكل يوم لمدة اسبوع واحد فقط اما بالنسبة لو طلع عندنا ديدان دبوسية بندى مادة اسمها البندازول البندازول دي بناخد قرصين مرة واحدة اسبوعيا لمدة 3 اسابيع وبكده نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا النهار كان فيها معلومات قيمة جدا يلا بقى دلوقتي نكتب النوعين على الصبورة ونكتب المواد الفعالة بتاعتنا ونكتب ازاي نحسبها بس على الصبورة وبعدين نختم الحلقة بتاعتنا بس قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا عايز كل الناس ننزل دلوقتي حالا في معلومات قيمة في هذا الفيديو بنعطيكم اسرار المهنة ما دمنا نعطيكم اسرار المهنة انزلوا دلوقتي حالا نعملوا لايك شاركوا الفيديو فدال على الخير كفاعلوا شكرا لكم كان معاكم دكتور احمد عطية الدهشان رئيس الجماعية الطبية العمومية للتغذية الالاجية دمتم بصحة وعافية اول حاجة جماعة تكلمنا فيها النهاردة تكلمنا عن الاميبة قلنا في حالة الاميبة هنكتب حاجة اسمها مادة فعالة اسمها الميترونيدازول الميترونيدازول ده عبارة عن اقراص وبننبه ان الميترونيدازول بنقول الاطفال فوق الست سنوات وبالنسبة للكتر لكن من اشهر الحاجات اللي موجودة في حاجة اسمها الفلاجيل فلاجيل ده منه تركيزات مثلا فيه تلق 500 ده تابلت احنا قلنا الجرعة بتاعتنا بتبقى ازاي زي ما احنا كاتبين هنا هون الجرعة بتاعتنا بتبقى خمسين ميلي جرام لكل كيلو جرام لكل يوم يعني لو الطفل مثلا عشرين كيلو يعني بنضرب عشرين في اللي هو هنقولنا هو الوزن بتاعه عشرين بنضربه في الخمسين ميلي يبقى عشرين في خمسين هادينا الف ميلي جرام يبقى احتياجنا يعني ده لو الفلاجيل ده او الميترونيدازول ده تركيزه 500 يبقى الطفل محتاج ياخد ارصين يوميا طفل مثلا عشر كيلو يبقى بنضرب عشر في خمسين بيدينا خمسمية يبقى احتياجوا يوميا طب لمدة ادي لمدة اسبوع واحد فقط نقدر نستطيع نتخلص من الاميبة اللي موجودة في الامعاء بتاعت الدبوسي ما نيجي نتكلم عن ديدان الدبوسية قولنا بندي المادة الفعالة اسمها البندازول البندازول بشكل بسيط ده بناخد ارصين مرة واحدة اسبوعيا لمدة 3 اسابيع يعني كل اسبوع بناخد ارصين كده يا جماعة بشكل بسيط اتكلمنا عن رشدة بتاعتنا بشكل تام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر